سلام عليكم حبايب وياكم زيوني وحلقة جديدة طبعا هاي الحلقة نحن نقول لكم بها التطبيق ال اي اي بي كاي اديتر طبعا هذي التطبيق يستخدم حتى تبدل اسم التطبيقات اللي عندك بجهاز نضغط ثالث خيار نضغط ثالث خيار نجي اول خيار عندكم مال الاسم مكتوب اي اه نيجي مستخدم جنه كانت باشوomma الشخبطة الشخبطة عقول لاب سايف عحيحمل عندي البرنامج نطلع طبعا هيتأخر شوية. نطلع نرجع على البرنامج. اوكي. راح يحمل عدكم هاي داي يقول لك وانجينج يعني راح يسوي لك شلون تطبيق جديد بحيث يسوي لها باك اوب للتطبيق ويغير لك اسمه. عالعموم انت تاخذها حارة ومقسب ومخيص. انخيص ايش جابه بالموضوع معرض. المهم. اه راح يطلع لك خيار بالنص هنانه. اسمه انستول. ما عليكم بس يضغطون عليا. وتقول له نيكست نيكست وتثبتوا عدكم بجهازكم. وتحياتي كانوا ياكم اسكندر طبعا هاي الطلقة مضمونة مية بالمية واكو هواي تطبيقات يعني لتغيير اسم البرامج بس هذي احسن تطبيق انا شفتها يعني متوفر قدامي. ولا تنسون طبعا مثل ما تشوفون هاد القيار اه تبدل عندكم اسمه سوال في شخبطة ما عليكم بس تدوسون انستول انستول اه ما هيحمل عدكم ويثبت بجهازكم طبعا ايشي تحتاجون ما عليكم بس تركوا لي بالتعليق وشان وياكم اسكندر.